السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتي اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنتدرق إلى مكون الشكل والتطبيقات الكتابية الخاص بأسبوع الدعم العام أي أسبوع 32 من مرجع مرشدي في اللغة العربية لمستوى الخامس بسدائي معكم الأستاذة سنة إذن كما تلاحظون النص تطبيقي الداهم انقل الفقرة الأولى واشقلها بالشكل التام إذن هذا هو النص وهذه هي الفقرة الأولى سؤال موالي يقول ضع العلامة أمام الكلمة التي تعبر عن المعنى الصحيح لكل كلمة من الكلمات التالية إذن سنضع علامة أمام المعنى الصحيح لكلمة متحلقين مرادفها لمرادف كلمة عتمة ولمرادف كلمة هزال إذن بالنسبة لكلمة متحلقين المرادف دياله بمعنى المعنى دياله شو المعنى دياله حصد النص واش متفرقين ولا متجمعين ولا متكئين كلمة عتمة واش كتعني ظلام لا عتبة ولا عظمة كلمة هزال واش كتعني نحافة ولا كتعني مرض ولا كتعني جوع السؤال موالي يقول من خلال قراءتك للنص ضع العلامة أمام الجواب الصحيح لكل سؤال من السؤالين التاليين لن بعد قراءتكم للنص ستجاوبوا له هجوز الأسئلة بوضع علامة في الجواب الصحيح متى زار أحمد أسرته؟ هل في فصل الشتاء؟ أم في فصل الصيف؟ أم في فصل الرابع؟ لماذا هرعتي الأم؟ هل لتغلق النوافذة؟ أم لتعدى الطعامة؟ أم لتستقبل أحمده؟ سؤال أخير في مكون الشكل يقول ضعي العلامة أمام الفكرة الرئيسية للنص من بين الأفكار التالية إذا الفكرة الرئيسية وشهية قطرات الرحمة عملية الحرط زيارة أحمده أم الأسرة السعيدة؟ فيما يخص أسئلة التراكيب والصرف التحويل التي تتمحور حول دروس الوحدة السابعة والوحدة الثامنة إذن السؤال الأول يكون حول درف المكان والزمان والمنادة والعطف إذن يقول أملأ الجدول بكلمات من النص أملأ الجدول بكلمات من النص كلمة تعني درف مكان كلمة كتعني در الزمان كلمة كتعني منادة وكلمة كتعني المعطوف مش المعطوف عليه وإنما المعطوف سؤال موالي يقول بيّن نوع الواوي فيما يلي نلاحد ونصغي إذا لاحظت هذك الواوي شنو كتعني هنا شفنا جوج أنواع دي للواوات فهالدوص دي واحدة سبعة وثمانية عاد أخي وهو مصرور ده السؤال موالي وهو كالآتي بيّن نوع الواوي فيما يلي يسقي المطر الحقولة إذا لاحظت عندي هنا جوجيات كين الياء دي الياء وكين دي القي يسقي المطر الحقولة إذن غنبين نوع الياء هنا في هذه الجملة يسوق الراع القطيع كذلك هنا غنبين نوع الياء عندنا كذلك جوجيات هنا هذا أخي عاد من السفر إذن هذك الياء دي الأخي نعرفوا النوع دياله سؤال موالي أعرب ما يلي الأولاد متحلقون قرب النافذة سؤال موالي املأ الجدول بكلمات من النص عندنا معتل أجوف معتل ناقص سالم اسم فاعل اسم فعول سؤال أخير أذكر ثلاثة أسماء للآلة من عالم الفلاحة إذن أتمنى أن تكون الأسئلة مفهومة أوقفوا الفيديو وحاولوا الإجابة ثم بعد ذلك أتمموا الفيديو لتتعرفوا على الأخطاء وتقومون بتصحيحها إذن فيما يخص التصحيح هو كالآتي إذن أتمنى أن يكون واضحا كان الوقت ليلا عندما طرق باب دارنا إنه أخي أحمد جاء من المدينة ليزورنا كعادته في نهاية كل أسبوع كنا ساعتها متحلقين قرب نافدة البيت الصغيرة نلاحظ البرق الصاطع يضيء عتمة الليل بسرعة خاطفة ونصغي إلى المطر يهطل بغزارة إذن سأحاول أن أتمم قراءة النص لكي نزبعني الأسئلة هرعت أمي لاستقبال أحمد مرددة ما شاء الله ما شاء الله أرأيت يا أحمد لقد ارتوت الأرض بعد جفافها وبعد أيام تصير الحقول مخضرة وتسمن المواس بعد هزالها أما أبي فتدخل في هدوء وثبات قائلا لا تنسوا يا أولاد أننا سنشارك جميعا في عملية الحرق الجماعي التي ستنطلق بقريتنا غدا حتى أنت يا أحمد سيكون لك شرف حضور تلك العملية بعد أن رحمنا الله بمطر غزير فسق الأرض وأنعش النفوس وصدق رب العالمين إذ قال وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم إجابة عن السؤال الأول والذي كان يقول ضع العلامة أمام الكلمة التي تعبر عن المعنى الصحيح لكل كلمة من الكلمات التالية إذن مرادف كلمة متحلقين بمعنى مجتمعين متجمعين عفوا مرادف كلمة عتمة بمعنى الضلام مرادف كلمة هزال بمعنى نحافة السؤال موالي من خلال قراءتك للنص ضع العلامة أمام الجواب الصحيح لكل سؤال من السؤالين التاليين متى ظهر أحمد أسرته هل في فصل الشتاء أم فصل رصيف فصل رب إذ الإجابة في فصل الشتاء لماذا هرعت الأم إذن لتستقبل أحمد إذ الإجابة لتستقبل أحمد سؤال موالي ضع العلامة أمام الفكرة الرئيسية للنص من بين الأفكار التالية إذن هي زيارة أحمد نعم الإجابة عن السؤال الأول فيما يخص تمارين تراكيب الصرف التحويل هو كالآتي إذن ضرف مكان مثلا قربة ضرف زمان ليلا بعد ساعة منادى لدينا أحمد أولاد معطوف لدينا نصغي إلى المطر يهطل بغزارة تسمن المواشي تابات جيد بالنسبة للإجابة عن السؤال الموالي وهو تحديد نوع الواو فيما يلي إذن لدينا الجملة الأولى نلاحظ ونصغي إذن هنا لدينا الواو فهي واو العطف عاد أخي وهو مصرور إذن هنا هذه الواو فهي واو الحال بالنسبة للإجابة عن سؤال تحديد أو بين نوع الياء فيما يلي إذن لدينا الفعل الأول ييا سقي إذن هنا لدينا الياء الأولى فهي ياء مدارعة والياء الثانية هي أصل الأليف المقصورة في الماضي إذن لماذا عفوا نقول سقا إذن سقا هنا تكتبوا الأليف الأخيرة أليف مقصورة إذن باش نعرف الأصل اللياء هو تأليف مقصورة والأليف ممدودة كيف مشتنفضة الإملاع كان بحثوا عن المضارع إذن نقول سقا يسقي دعا يدعو إذن أصل الأليف المقصورة في المضارع يسوق الراعي القطيعة إذن هنا يسوق إذن الياء هنا فهي ياء المضارعة الراعي إلى ردة البال فهي ياء الإسم المنقص هذا أخي عاد من السفر إذن أخيي إذن الياء فهي ياء المتكلم فيما يخص إعراب الأولاد ومتحلقون قرب النافذة إذن هو كالآتي الأولاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره متحلقون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم قرب مفعول فيه ضرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح الضاهرة على آخره وهو مضاف والنافذة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الضاهرة على آخره نعم السؤال الموالي هو كان يقول املأ الجذوة بكلمات من النص معتل أجوف إذن مثال من النص شاء معتل ناقص سقا سالم هرع اسم فاعل متحلقين اسم مفعول مخترة والسؤال الأخير كان يقول اذكر ثلاثة أسماء للآلة من عالم الفلاحة إذن مجرفة محراط مدرات معوان إذن ذكرت أربعة وليس فقط ثلاثة إذن كانت هذه هي أسئلة الخاصة بالشكل والتطبيقات الكتابية فيما يخص أسبوع الدعم العام من أسبوع 32 خاص بمرجع مرشدية اللغة العربية للمستوى الخامس بسدائي كانت معكم الأستاذ سناء أشكركم على حسن المتابعة وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك وتفعيل جرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد قناتي وكذلك مشاركة هذا المقطع من الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة وكما أقول لكم دائما في أمان الله مع فيديو آخر إن شاء الله